التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد سينابو نيدياي دايا كاتي بمقر الحكومة بالعاصمة الادارية الجديدة في مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن مصر تتبنى سياسة واضحة هي الالتزام بجميع المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية المختصة بمكافحة الفساد وأكد مدبولي حرصه على المتابعة الدورية لتقارير مكافحة الفساد مشيرا إلى أن أحد أهم الممارسات المهمة التي تبنتها مصر في مكافحة الفساد هو برنامج ميكانة الخدمات الحكومية والتحول الرقمية